قال هل الآية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم دليل على دعاء غير الله طبعا ده الدليل بتاع محمد المنتصر قال الدليل على انك تقول نظرة يا شيخنا زي ما الجماعة بقولوا نظرة يا بو هاشم ونظرة يا منو قال الدليل على نظرة الآية دي يوم يقول المنافقون والمنافقات وطبعا ده من الغباء في الاستدلال واسه الصوفي يقول لك انا عندي دليل اسه دليلك الآية دي فهمه شنو يعني هل معناه انظرونا يعني نظرة يا شيخ نظرة اول حال بيقول الكلام نمنو وبقوله وين ومعناه شنو دي تلاتة آسيلة واجهه للصوفي منو اللي بيقول الكلام ده ده واحد اتنين بيقول ابتين ده السؤال الثاني السؤال الثالث اه معناه شنو الاجابة على الآزلة الثلاثة دي نمر واحد الكلام ده بقوله المنافقين لأنه ربنا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات اتا يا صوفي در تقول زي ده در تقوله انظرونا اه انت مع المنافقين يلا لا لا انا ما مع المنافقين طيب بتقول زي يوم ليه بس ده هو السؤال نمر اتنين بيقولوا بتين الكلام ده بيقولوا بتين ده بقولوا يوم القيامة لأنه ربناسهم بتكلم عن يوم القيامة يوم يقول المنافقون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بعدية يوم يقول المنافقون كلام ده يوم القيامة المنافقون نصا بيجي المنافق ما عنده ما عنده نور المؤمن يوم القيامة عنده نور بيمشي من نور بتاعه المنافق بيجي ما بلقى نور فبقول للذين امنوا للمؤمن انظرونا انظرونا يعني شنو يعني انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس يعني نستضي دارين نحن نمشي بالنور حقكم انتظرونا حبك ده انظرونا نقتبس من نوركم كي لارجعوا وراءكم وده من باب التوبيخ اليون ارجع وراءكم يعني ارجعوا الدنيا النور ما بيجي في الاخرة النور اتشان تجيبوا بيجيبوا زمان في الدنيا بالشريعة الاسلامية لمن تتبع الشريعة بيجيك النور قال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ربنا قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه يعني جو على المؤمنين الباطن من ناحية المؤمنين باطنه فيه الرحمة وظاهره بره جهت المنافقين وظاهره من كبله العذاب ده تفسير الآية ارجع تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كسير لكن اصلاحنا راجين محمد المنتصر يجيب في السرين القرآن قال نظرة ومدد وعدد ويا أهل الله قال الدليل على الآية دي كذب ما دليل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله تفهم من الرسول يعني صلى الله عليه وسلم انت ما فهم منه انت بليد سايد فهمت وعامل اللي يمضي فاتح لم وضع بلاغات قال بلاغ بتاع شنوية ناس وذول ينادي غير الله ويجي فتح فيك بلاغ هو احنا ومبركة ما فتحنا فيك انت بلاغ تتندح غير الله وتنادي في الشيوخ وقال عنده نفس كمان يفتح بلاغ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر